ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة وطبعا بدأنا في الفقرة الطبية معانا مبادرة جديدة أنا شخصية معجبة بيها وإن شاء الله أشارك فيها وكتير من حضراتكم كمان المبادرة المراضي مش نظام غذائي تقليدي الموضوع تغيير عادات أكتر من إنه نظام وورقة دايت وحساب سعرات المبادرة المراضي لكل الناس اللي عايزة تحافظ على صحتها مش بس على وزنها المبادرة لكل الناس الأطفال والكبار والسيدات والرجال مش بس الناس اللي بتعاني من زيادة الوزن وعايزة تعمل رايت أو عايزة تعمل ريجيم مبادرة قاطع الأبيض اللي بتحضر لها ضفتنا الجميلة اللي مشرفاني ومنوراني نهاردة في الستوديو خبيرة التغذية نهال حافز واللي هتقول لنا تفاصيلها إن شاء الله دلوقتي أهلا بيك يا بك أهلا بيك أولا الحمد لله على سلام الله يسلم يعني هي فرنسا ضلمت ومصر نورت أكيد بس هتحكيني التفاصيل أنا بأولك هوا أولا طبعا هي مبادرة رائعة كنت كلمتيني فيها فعلا من فترة من أول ما بدأت تبقي معنا وتنورينا ومهتمة أعرف يعني إيه قاطع الأبيض حلوة قوي قاطع الأبيض يا جماعة يعني إحنا هنقاطع كل ما هو أبيض يعني السموم البيضاء زي السكر زي الملح ودلوقتي كمان الدقيق ويعني المكرر واللي هو خلي من الألياف أو النشويات أي حاجة لونها أبيض إحنا هنقاطعها طب هنقاطعها ليه؟ للمرة دي إحنا مش عامين دايت لأننا مش عاوزة دايت يا جماعة بقى فترة مؤقتة عاوزة دايت دا يكون اسطوب حياة صحي يعني ما فيش ورقة دايت هتمشي عليها ما فيش نظام هنقاطع كل ما هو أبيض ده عشان صحيتنا وعشان مناعتنا وعشان ما نزيدش في الوزن وعشان نعيش حياة صحية وكمان عشان نعيش حياة مستقرة من غير أبسو داون دايما إحنا لما بنعمل دايت بنلاقينا ممكن نخصينا 15 كيلو 15 كيلو وبعد كده لما بنرجع لحاتنا الطبيعية طبعا بنبدأ ان احنا نبدأ نزيد تاني لأ احنا عاوزين نعمل عادات غزائية سليمة عاوزين نغال عادات غزائية الغلط لعادات غزائية صح فعشان كده هنبدأ بقاطع الأبيض هنقطع كل ما هو أبيض كل ما هو مضر عشان نعيش حياة صحية طيب حلو قوي دا يعني كده السبب في مقاطعة كل أنواع الحاجات البيضة ادي ايه السبب في مقاطعة كل ما هو أبيض كذا حاجة اول حاجة لو بدأنا بالملح الملح يعني ايه بيسيه كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نقول ان الملح من الحاجات اللي بتحبس مية او تحبس سوايل في الجسم فطبيعي بتزود الوزن ده غير انه ها بيقلل المناعة غير انه ها بيقلل امتصاص عناصر كتير في جسمنا بيقلل امتصاص قيم غزائية في اكلنا كمان بيطبعا بيرفع معادلات ضغط الدم وبيقصر على صحة القلب والعضلات والقلب دي عضلة يعني القلب يعتبر عضلة فبيقصر عليها بشكل سلبي جدا فالملح من الحاجات المضرة جدا ندخل في السكر السكر يا جماعة يعني حدث ولا حرج هو السبب في جميع الامراض المزمنة سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر يعني ايه يعني السمنة سببها سكر الضغط القلب الكروسترول العالي ده على فكرة دكتور على مستوى العالم ده حقيقي دراسات فعلا ثبت الدع على مستوى العالم فاكتر من ده وليقول لك نعاديين ينا والدكات اللي بيجوا مؤتمرات بيؤكدوا الكلام ده ده حقيقي وبيقصر على الدهون السلسية على فكرة واصلا السكر اساس اي التهاب في الجسم ونحن عارفين ان اي مرض اصلا بيبدأ في الاول بيبقى في حالة التهاب وبعد كده بيدخل في حالة مزمنة اكتر لحد ما يدخل في حالة مرضية فالسكر يا جماعة هو اساس كل الامراض فعشان كده ده سم ابيض يعني ده المفروض ببطله انا حتى لما سفرت في باريس وفي امستردام لا يا جماعة يعني انا السؤال اللي بيشغلني هم طول النهار بيأكلوا حلويات رفيعين ازاي يعني انا ده السؤال من الاسئلة بس هم يعني هم بيأكلوا حلويات بس يعني بقطع او بكميات صغيرة اوية بحساب في نفس الوقت هم ما عندهمش بقى رز ومكارونا وعيش فهم يمكن عندهم حتة الحلويات بس بيأكلوها اللي هو ايه اللي هو الكروسا بتاعتهم اللي هو نظام ده الفطار بتاعي ايه طول الوقت بقى ما بشربش حاجات تانية سخنة ما بشربش سكر فهم بيأخدوها اه بس بحساب معينة بكمية معينة غير احنا بقى ايه احنا ما شاء الله اول ما نسافر عاوزة كروسا وعاوزة طبق ما شاء الله نزيل والبقى القهوة بالكريمة واللي ايش شوكولاتة واللي ايش فاحنا ما عندناس كنترول في الكميات ده حقيقي صح فاحنا عاملين المقاطعة دي عشان صحتنا على فكرة ايه مش هتأثر بس ان هي هتخسسنا لا هي هتأثر ان هي هتخلي منعيتنا كويسة جدا مش هتخلي عندنا ضغط ولا قلب ولا كروسترول ولا دهون سلاسية حيانموا بقى جيل جديد يا دكتور نفهم معنى الثقافة الغذائية ده حقيقي لان انا بقيت الاحظ دولتي في المدارس والله الاصدقاء اولادي صغيرين ان يقول له انا عامل دايت انا ما بقيتش اكل عدد العيش اللي كنت باكله الاول انا باخد دولتي خيار وجزر فانا بقيت مبسوطة انه احنا بدأنا نحس ده حلو الاستشعار ده طب بما انه بحقك قلت انها هنقطع الابيض يبقى لازم يكون فيه بديل يا ترى ايه البديل بقى قبل ما اقول البديل حابة بس اقول حاجة كمان ده نسبة الديئ الابيض الناس بتقولك طب ديئ ايه مشكلته احنا عرفنا مشكلة الملح والسكر يا جماعة ديئ الابيض اصلا بيتحول للجسم السكر فهيدخل بقى في السايكل بتاعة السكر واضرار السكر اللي انا قلت عليها فهو بيتحول السكر فهو زيه زي السكر عشان كده دايما بنقول بلاش ديئ الابيض طب هنعمل ايه احنا ايه الحلول بقى ما انا دلوقتي عشان اقول لحد كيف كده انه هو يأكل حاجة كده فيها ملح فيها سكر يبقى ده حد بيستطعم الحاجة وطالما حد بيحب الاكل وبيستطعم الحاجة ماينفعش مرة واحدة اقول له ايه امنع سكر امنع ملح امنع مش عارف ده بالنسبة له اللي ربنا خلقنا ان الاكل ده شهوة مش هوات اللي احنا بنتمتع بيها هي النعمة فعلا بنستمتع بيها ده حقيقي يعني واحد دي كده يقول لك ايه يا سلام بقى لو اقول كده ايه طاجن مثلا عكاوي ولا حمام محشي والملوخية ماينفعش من غير بقى الماجي ومن غير بقى التدبيلة بتاعتها والملح فازاي حقول الناس دي مرة واحدة امنعوا الملح ده في ناس بالنسبة لهم الاكل بالنسبة لنا عموما هو حاجة اسمها بيزيك هومانيدي يعني ايه يعني انا لازم اعمل يعني انا لازم حاجة بعملها عشان اعيش مش اللي هو ممكن استغنع عنها فحاجة لازم اكون باكل برضو برضو الاكل فيه نوع من انواع ايه مبسوط مستمتع بيه فلما يجاقول لحد بيحب الاكل وحد مليان شوية اقول له بقى بلاش ملح وبلاش سكر يا عم دي بتقول اي كلام دي بتقول في البتنجان بس احنا فيه بقى بداية عرغم ببتنجان والله عملنا من بس اعراء وعدها ايه اقسم بالله البسبوسة لازم تجربوها بسبوسة عملنا بسكر الدايت وعملتها بالزيت وقلت اللي اللي حابب يحط طعم فيها ممكن معلقتين سمنة بلدي مش مشكلة لليل نفسي يقول لكن والله طلعت روعة يا دكتور طب الحمد لله وانا بحقيقي ان سكر سسل عموما بالنسبة لي انا واللكرو البنات اللي معاي اللي احنا الصبح نجي نشرب قهوة فانا عندنا اكتفاء ذاتي فبنستخدمه حتى والله يجادنا زيوف بنوتات جمال موزيعات وانا ايه انتو عمين دايت ولا ايه انالهم لا احنا بنحاول نقلل السكر فانا بنقنل بشكل مؤقت دلوقتي لحد ما نوصل للمرحلة اللي هي ان شاء الله نبقادرين نتحكم فيه ده حلوة قوي انت بدأت كده ومبسوطك جمال انت معظم موصفاتك دلوقتي بقت بسكر سسل اه اراك بقى في طعم الحاجة بالسكر يعني هي بتدخل لفرن مغيرش الطعم ده حلوة قوي حسينو يعني ايه اولا هو دخل على درجة انا جربته على كذا حاجة فقلية الاطعمة اللي هي تبقى حساسة شوية بس بوسة دي من ضمن الاطعمة الحساسة برضو بس لا ادينا لتاستة الحلوة يعني انا حطيت منه الباكتس اربعة اللي هو بيحلي معلقتين لا اداني تاستة حلوة انا كالت وانا مبسوطة اصلا مرضى السكر تقدر تاكل منه بامان اللو هتاخد حاجة بسيطة طب حلوة قوي يعني برضو ايه يعني مغاش النسبة الفضيعة انا قلت لهم لسه بنعملها بعسل جولوكوز وبنعملها بحاجات كتير كتير قوي ان انا احط في البسبوسة كمية السكر دي وكمان عسل جولوكوز ده كتير جدا طب حلوة قوي انا شهادة اعتز بيها اللي شايف من اكبر شفات مصر ان هي تبدأ تجرب السكر وتعجب بالسكر سيسل وتحطه كمان وتوعي الناس هي التوعية ما هو دلوقتي الشفات ناس متفرج عليه انا بستخدمه الابني دلوقتي لانه انا بقاننه هو بيحب السكر جدا فانا بدأت قاننه الاول قال لي انطعم مش حلوة طب دوق وجرب فانا ما قلت لهش ان ده سكر مش ابيض انا قلت له دوق بقى انا عملت لك قال لي طعم وحلو ايدا مسكر فقلت له حلو قال لي اه انتي حتى قد اي مامي قلت له معلقة واحدة وهي مش حقيقة انا عمضت من الكيس بتعسسل بس انا بجد بحييكي لان اي شركة بتعمل برودكت يعني احنا بنلاقي فيه نفع ومتدونا تنوع ان احنا نضرش سبتين على حاجة معينة دي حاجة حلوة يا دكتور مرسي وقعودة كي بقى تجربة بقى المورينجا والجرين كوفي والحاجات التانية اللي هي العوامل المساعدة كل دي انا برضو حاب اقول لناس حاجة يا شيف انه كل دي السكر ديت يا جماعة احنا بنمشيك على هلثي لايف ستايل المورينجا من خليك تمشي على هلثي لايف ستايل الجرين كوفي القهوة الخضراء بالمكة والبندق عشان ساعدك تمشي على هلثي لايف ستايل بس فيه حاجات بقى دي عوامل مساعدة في الكورس فيه بقى حاجات أساسية في الكورس زي مثلا الالياف وزي الكابسولات ده اساسي ده النبياء ده ايه ده الارادة دايما مريض السنة لما بيجينا ما بيكونش عنده ارادة طبعا هو بيجينا عاوز يأكل طول الوقت يعني انا كل المساعدات اللي بتجيلي على الانستجرام بتاعي او على الفيسبوك بتاع صفحتي الرسمية يا دكتور و النبي احنا عاوزين نخس 20-30 كيلو ما تمنعناش من الاكل ناكل اللي احنا عاوزينه ده مش لازم تقول انها ما عنداش ارادة هو باين من كلامها انها مش عاوز بطل اكل فدي حد ما عندهش ارادة فانا في الحالة دي بعمل ايه انا في الحالة دي بساعدها بكورس الاناسيليم بديها الكورس المناسب لها سواء كورس الاناسيليم عادي او كورس الاناسيليم مكسف ببدأ اشوف الكيس دي قديها ايه يقفل الشهية ما هو انا مريض السمنة عندي مشكلتين قفل الشهية وحرق الدهون بس الاساسي 90% بيبقى مننا اللي هو قفل الشهية و ساعات ناس بتاكل كتير جدا و ساعات ناس ما بتاكلش كتير انا باكلش كتير انا بحب الاكل اللي برا و بحب مثلا اشرب ناس كافية طول الوقت يا جماعة ما هو ناس كافية عاوز 3 معلق معلقتين سكر في 3-4 مرات يبقى انا كده دخلت من 6-8 معلق او من 8-12 معلقة سكر في اليوم دون محشوبين ولسه بقول يهادي اه هي مش حسبهم اكلة حسبها الانتك من الاكل بس مش حسبها مشروبات او نسبة سكر فهو يعني احنا عاوزين نغير الثقافة و عاوزين نقطع الابيض و عاوزين طبعا احنا حتى لو معناش ارادة احنا بنقول لكم ان شركة و انا بنديكم ارادة بكورس الاناسيليم والباور والدعم النفسي اللي يخليك تبدأ و على فكرة احنا فيه ميزة كمان ان احنا لما نبدأ نقطع الابيض نبدأ بقى نمشي على هاتف يا جماعة والله ارخص بكتير انا هوفر في كميات الاكل يعني انتي بدل السكر ده بدل ما تستخدمي كسين سكر مش هتستخدميهم الروز ده بدل ما تستخدمي الكيس يخلص في مرتين تراتة هتلاقي الكيس يقعد معاك بالاسبوع والعشر سياب فانتي هتقليلي استهلاك الاكل فده برضو اسمه توفير ايوة صح احنا بنوفر بس اللي صحتنا يعني احنا عايزين صحتنا تبقى كويس الامراض اللي بدأت تظهر و كمان الاطفال اطفال بقى موضوع ده صعب قوي خصوصا يعني الامهات بتعاني فيه بجد طيب قولنا بقى ازاي هنبدل البداي هنعمل البدايه انا عايزة اعرف البدايه البدايه الاول حاجة السكر هنبدأ ناخد السكريات من الفكهة ماشي ده رقم واحد وممكن نشرب عصير بس العصير تبقى مالاش اقولك عصير فلاقي صبح وليل وضهر وعمل نشرب عصير العصار يا جماعة تبقى بكميات معينة ومش كل يوم ده نوع من انواع ان انت تاخدي حاجة مسكرة ممكن طبعا نستخدم معلقة عسل النحل ممكن سكر سسل نستخدمه في المشروبات بتاعتنا سعرات اقل حيسكر اضعف مضعفة عن السكر الابيض نستخدمه في المشروبات نستخدمه في المعجناء في الحاجات المسكرة لو انا نفسي قوي او نفسي اعمل لعائلة حاجة مسكرة بس نخدم سكر سسل فكده انا اخدت السكر من الفكهة وخدته من العصير بس بكميات معينة ما شرفش عصير كل يوم يعني لو مره او مرتين في الاسبوع بالكتير والحاجات الحلوة برضو ناخدها مرتين في الاسبوع برضو بس نعملها بسكر سسل او ممكن عسل نحل ده براحتكو يعني ده بالنسبة للسكر تاني حاجة بالنسبة للملح نستخدم الملح الصحي طب ايه الملح الصحي ده احنا بنسمع مصطلح الملح الصحي ده بقالنا فترة على السوشيال ميدي نستخدمي ملح الصحي ده ملح الصحي ده يا جماعة اول حاجة رقم واحد إن السوديون فيه أوليل. السوديون أكثر حاجة مضرة في الملح. لأنه ده اللي بيحبس الماء. واللي بيقلل السوديوم بيعاني بوتاسيوم في المطل privategorigines. هل بيقلل السوديوم؟ الملح الصحي بقى بيقلل السوديوم. ده حاجة كويسة جدا. والتاني حاجة فيه إنه هو البوتاسيوم فيه عالي. فمعنى كده إنه هو حيزبط ضغط الدم. هيزبط القلب. هيزبط صحة القلب والعضلات. فأنا كده خدت ملح الصحي قليل السوديوم وفي نفس الوقت البوتاسيوم فيه عالي وفيه اليد اليد حلو جداً عشان المناع وعشان الحرق وعشان يعزز نشاط الغداء الدرقية فكده أنا بدلت الملح العادي بالملح الصحي تالت حاجة بقى بالنسبة للدقيق الأبيض دلوقتي الحمد لله إن في مصر بقى فيه ثقافة دقيق اللي هو الحبة الكاملة اللي هو دقيق الدورة الكاملة اللي هو دقيق الأمح الكامل في دقيق الألياف الكاملة بقينا في ثقافة الديدار أو الأفران نفسها تعمل عيش حبة كاملة ممكن تستخدم دقيق الحبة الكاملة أو الدرة الكاملة أو الألياف الكاملة في البيت يكون بديل الديئ الأبيض ده نوع من أنواع أننا نبدأ نقاطع الأبيض يعني أنا كده قلتلكوا حل السكر قلتلكوا حل الملح قلتلكوا حل الدقيق وحاجة كمان بقى في ناس كتير تقولوا أنا دلوقتي الكورس هيعمل لي إيه في المبادرة دي الكورس يا جماعة الأناسليم الألياف فيها ألياف حبة كاملة معالجة بطريقة معينة فالألياف دي أول حاجة حتديني النقص اللي أنا حسه من نقص النشويات أو نقص دي هو حتدهولي لأن هي ألياف حبة كاملة معالجة بطريقة معينة فبتدينا الرغبة بتاعت أو بتدينا الاستمتاع أو الشهوة بتاعت النشويات طيب خلينا نشوف طرق التواصل يا دكتور مع بعض علشان أصدقائنا لسه متواصلين معنا أو لسه منضمين للفقر نشوف مع بعض طرق التواصل على الفيسبوك وعلى الانستجرام حيكي قولنا بقى الأرقام الموجودة تمام من خلال صفحة على الفيسبوك أو من خلال صفحة نهاي الحافظ على الفيسبوك من خلال انستجرام او من خلال انستجرام نهاي الحافظ من خلال أرقام اللي بتظهر على الشاشة من خلال واتسبات بتاعت الأرقام اللي بتظهر على الشاشة شوفوا الطريقة اللي انتم حابين تتواصلوا فيها المهم ندخل في مبادرة قاطع الأبيض. طيب. قولنا بس سريعا كده. الفرق بين الأناسليم الكورس المكسف أو الكورس العادي إمتى بتدعمي هنا دكتور الكورس المكسف؟ تمام. الكورس المكسف لأي حد عنده شهية عالية لأي حد ما عندهش إرادة لأي حد ما عندهش أي أمراض مزمنة لأي حد جرب منتجات تخسيس كتير وعمل أنظمة دايت كتير وبقى عنده مشاكل في الحرق أو حرق وبقى ضعيف. محتاج ياخد الكورس المكسف اللي هو عبارة عن كورس الأناسليم عبارة عن ألياف الأناسليم عبارة عن معاك كابسولات الألياف قلنا عبارة عن مادة السليم هاسك بتنفش في المعدة بتعمل بتخليك تاكل بكيميات أقل وكمان الألياف دي جماعة من الألياف حبة كاملة معمولة بطريقة معينة أو معالجة بطريقة معينة عشان دي حتفيدنا جدا في مبادرة قاطع الأبيض إن هي حتنفش وحتدينا اللي احنا محتاجينه من النشويات وحتدينا الإحساس بتاع الاستمتاع اللي احنا بنحسنا بنأكل أي حاجة فيها نشويات في نفس الوقت الكابسولات فيها مادة الجارسينيا كامبوديا دي بتقالي لشيال نشويات والسكريات ده بالنسبة الكورس المكسف بيبقى معها سكر الدايت سكر سسل ممكن ناخد مكانه أعشاب المورنجة على حسب العميد بيبقى حابب أكتر حاجات سفنة فبنديله أعشاب مورنجة حابب حاجة مسكرة فبنديله سكر الدايت ده بالنسبة للكورس المكسف بالنسبة بقى للكورس العادي بيبقى فيه ألياف الأناسليم وبيبقى فيه سكر سسل وبيبقى فيه أعشاب المورنجة ده بيتاخد للناس الأطفال اللي هم من سنة 3 سنين بيتاخد للناس اللي عندها أمراض مزمنة زي الضغط زي القلب زي السكر بنبدأ بقى أن احنا نشتغل بهم على الكورس العادي بيبقى عبارة عن الألياف مع سكر سسل مع أعشاب المورنجة كويس طيب بالنسبة بقى للأطفال ديما بترشح لهم أن يكورس فيهم يا دبك ولا ممكن ممكن بعض الأطفال تاخدوا كورس العادي بالنسبة لهم بابي والتايم بتاعهم يبقى أفضل من الكبار ولا مالهاش علاقة بالشارط بص الأطفال على حسب نفسيتهم يعني نفسيتهم حلوة قوي الأطفال مش هتقول لهم منعوا أكل ولا عملوا دايت ولا كرام الأطفال بنزود لهم الجرعة بتاعز الألياف ممكن نريدهم مرتين تلاتة على حسب الطفل اللي جاي لنا بيعملهم بلك في المعدة أو بيخليهم يأكلوا بكمية قليلة فبدل ما بيأكلوا طبق الماكرونة الكبير بيأخذوا نص الطبق أو ربع الطبق لأطفال مجرد ما تقليلهم كميات الأكل بيبدأوا يخسوا إلا إذا طفل عنده مشاكل في الحرق وده إحنا بنعرفها كل ما الطفل بيكون أكتب أو نشيط أو بيتحرك كتير كل ما هيخس بسرعة لو الطفل كسول هو ده اللي بيأخذ معنا وقت بس إحنا الحمد لله إحنا عندنا في الفريق الطبي بنعرف أتعامل فيه عندي فريق طبي طبعا مقسمينه أنواع فيه منهم نوع من الدكاترة بيعرف أتعامل كويس جدا مع الأطفال وبيحبوهم وبيتعامل معهم أن هم صحاب وفرندلي بيتلاقيهم بيخسوا معاهم وبتلاقي العلاقة ما بينهم علاقة اتنين صحاب مش علاقة دكتور بطفله وهو ده المهم وهو ده اللي الطفل عاوز والطفل مش عاوز حد يأموره قوله عمل كذا ومتعملش كذا امنع كذا وخد ده فمعاده أو يحس أن فيه أمر بيجي له الطفل بقى حابب الموضوع يجي صحوبية حلوة نقول طرق التواصل مرة تانية دكتور طرق التواصل من خلال صفحة أون تارجت فارما أو من خلال صفحة نيها الحافظ على الفيسبوك أو من خلال انستجرام أون تارجت فارما أو من خلال انستجرام نيها الحافظ أو من خلال أرقام اللي بتظهر على الشاشة ممكن تتواصلوا بأي طريقة أنتوا حبّنها المهم أن احنا ناخد الخطوة ونبدأ في مبادرة قاطع الأبيض احنا معاك يا دكتور خلاص وأنا معاك يا أول واحدة هو لأنه يعني أي حاجة فيها إفادة للصحة لينا والأطفالنا والأمهاتنا والأطباءات نحنا على طول اللي هنعملها ونقنن ونبدأ ناخد لايف ستايل مختلف وثقافة في التغذية مختلفة اللي احنا كنا عليها قبل كده مفسوطة طبعا بوجودك معي أنا أكثر ونفسي في الفقرات اللي جاية بجد يعني نعمل موضوعات تانية متهم الناس عندي أسئلة قد كده شايلة هالك عشان تغيبت كتير واسمحولي طبعا أشكر ضفتي لشرفتني ونورتني نهاردة خبيرة التغذية العلاجية نهال حافظ نورتيني وشرفتيني وإلى لقاء تاني إن شاء الله وكل إجابات أسئلة حضراتكم هتبقى من خلال صفحة الشخصية أو من خلال صفحة دكتور نهال هبعط لكم اللينك طبعا واسمحولي طبعا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحصن المتابعة كل مشاهدين الكرام من خلال شاشة قرارات الأهلي تحية وحب وطقديل لحضراتكم نهانا الحلقة جديدة أشوفكم على ألف خير وصلاة وعليكم